بالإنجازات بقى الرياضية اللي بيحققها أبطالنا ونجمنا في مختلف الألعاب بأولمبيات توكيو والمقامة حاليا في اليابان النهاردة يعني منذ قليل انتهت مباراة منتخبنا الأولمبي للكرة القدم بالفوز المستحق على منتخب أستوريليا بهدفين للشيء في مجموعة الموت وبهذه النتيجة بتصل مصر لدور التمانية واللي بتلتقي فيها بمنتخب البرازيل في خطوة مهمة نحو تحقيق ميداليا بعد الوصول إن شاء الله لدور النصف النهائي